موسيقى 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 هذه الأزمة ديال قطاع البناء والجهز يعني هي كانت أزمة قديمة فيعني كانت بدأت نقول 2012 بدأت واحد الأزمة اللي بدأت كتبان من خلال الأتمينة المتناولة في الصفقات العمومية يعني كانت أتمينة من خفضة وبقاد تراكم على سنوات يعني بالشركات كي يخذوا بواحد الصفقات خاصة الصفقات العمومية وكذلك الصفقات الخاصة بواحد الأتمينة اللي هي زاهدة واللي ما كتواكب شيء يعني الأتمينة لا سواء ديال 2012 إلى هاد السنوات الأخيرة فهذا يعني تراكم ديال الخسارة ديال المقاولات لما كانوا الشيح السوبي في أغلب الأحيان تضر على بدع السنوات تيبقى وغادين بعد السنوات ومخدامين مع الأبناك ولكن بوقت تيخدموا بواحد الأتمينة اللي هي فيها الخسران يعني ما شيء أتمينة اللي كتتخرج لك المقاولة وكتخلص الديون ديالها فتيكون دك تراكمت يعني بعد واحد تمسنين ولا هادا بان هادا 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 خفضة الآن الجديد في هذا الأمر هو أنه في هذا المشكل الأخير ديال الزيادة في الأسعار أو البناء زيادة في الغازوال زيادة فهنايا يعني يوصلوا المقاولات لوحد الحد يعني للحائط يعني ما بقاش قدامهم وحد فين غادي يمشي لأنها تلقوا بأن الصفقات العمومية يعني بالنسبة للزفيت تقبطون الناس بواحد تمان خمسالاف درهم ستالاف درهم لطن ذاك التمن ديال الزفت ولو بشيخ يخذوه في الصفقة وتيشريوه بثمين ألاف ولا تسعالاف درهم على حسب السوق فعني هذه خسارة يعني فادحة بنسبة المقاولات ولهذا كان تجأو يعني عدة يعني شكايات الحكومة وكان ذاك يعني ذاك القرار لرئيس الحكومة اللي كان خرج والظاهر الجديد ديال الصفقة العمومية يعني الآن خرج القانون ولكن تطبيق ديالورة ما زال في الإدارة فهذا دار واحد تأخر يعني تقريبا لوحد تدار لشهرين باش خرج هذا القرار وما زال لحد الساعة ما تفعلش على الأرض الواقع فهذا التأخر كيزيد يعني من المشاكل المقاولات تزيد من العدد المقاولات اللي كيغلقوا فعني أكبر الشركات الآن في المغرب غلقوا يعني دفعوا ردراس موجي سيار ديال مرغم في تصفية هذا ما يعطيش واحد العلامات إيجابية لبلد ديالنا لأن الشركات كانوا تتصدروا لسنوات القطاع الجهيز في المغرب وإحتفاء إفريقية لأن سدوا فهذا يعني مؤشر خيب بزاف لبلد ديالنا وخصنا نتدركه فخصنا نقدو ما يمكن إنقاذ في هذه المقاولات المتوسطة والصغرى لأنها كتشغل واحد أيدي العاملة هائلة غير مكوانة كتشغلها في المدينة وفي العالم القراوي يعني الكثير في العالم القراوي يعني ذلك السائقين للشاحنات الأغلبية أنهم رمس يكونوا من المدينة فهذا المشكلة وهذا الوضعية رهما نحسوش بها ولكن أن هذه المقاولات سيكونوا متفرقين في المغرب عندهم أوراش يعني ما كان ما كان تجمع في واحد المصنع فهذا ما كان نحسوش بهم باش نوضع يدروا احتجاجات واخر كاللسانسي من كثير للناس اللي كمشيوا في حالهم شركة كالتغلاق تيمشيوا العمال تيمشيوا الصحاب البناء تيمشيوا في السائقين تيمشيوا في هذا كله سيؤدي لواحد الأزمة اجتماعية كبيرة لذلك استضارك الموقف في أقرب وقت والتسريع باش يخرج هاد الاجراءات اللي اتخذت الحكومة لأن نحن الوقت ما كيسمحناش لان باش نزيد وننتظره والآن الأوراش رام نتعة التيرة را كاللي يفسخ العقد ديالو كاللي كينتظر على الله المواد تمشي تخفاض كاللي ينتظر يخرج هذا الظاهر باش يقد المراجعة للأتمان هذي العملية ديال المرجعة للأتمان باش تخرج في أقرب وقت فكان واحد ترقوب واحد تأخور في الأوراش وهذا في التالي ما غينعكش بواحد لنسبة النمو مهمة في نهاية السنة وكذلك غدي ينتهي بواحد عدة المقاولات للإغلاق وكين هنا الناس اللي مددين عندهم مشيكات ما مقدروش يلتزم باش خلصوهم كاللي عنده يعني التريطات فهل شي كله خلصوا التدارك دياله في أقرب وقت باش نخرج من هاد الزمة ونقدو هذا القطاع اللي هو مهم مهم جدا بنسبة النسيج الاقتصادي والاجتماعي ديال المغرب